مثل ما عودتكم على الأفكار المختلفة والحصرية عنا فاليوم عملنا بطولة للمراكز الثانية لدوريات العالم كيف خطرت للفكرة والله أنا نفسي ما بعرف ولكن حسيتها مثيرة جداً وتخيل الفرق الثاني كلها تطلع مركز ثاني أكيد لا ولكن اليوم رح يكون عنا بطل من هذول الاندي ريال مادريد ثاني الدوري لإسباني عاني مع البارسالينز وراء باريس الجرمان كان قريب جداً بي اس في اند هوبن لازي ومن إيطاليا كان مشتهد جداً بورت ومن البرتغال عندك بروسيا دورتموند والنهاية الحزينة بالجولة الأخيرة الباين توج بالدوري طبعاً آرسيني اللي كان متصدر لمسافي بعيدة جداً بالدوري والسيتي آخر شي أخده والنصر اللي حاول مع كريستيانو ولكن بالنهاية الدوري كان لليتي البطولة راح تكون خروج المغلوب مباشرة مباراة واحدة بيخروج المغلوب بيجي اللي بعد وفق يعني ربع نهاية محطم لكم الحلقة اليوم فبس قبل ما نشوف القراءة بدي منكم تدمروا زر الاشتراك خلينا نزيد بحلقة اليوم خمس ألاف مشترك ونوصل لأي الحلقة عشرين ألف لايك مركز ثاني من ضفلة صفر مروا حالياً للقراءة إذن لازيو بورتو بروسيا وأرسينال آه يا مادريد مادريد ولين أنا شايفة حلوة ولكن المصدومين هنا أرسينال ودورتموند لا لا راح يطلع واحد منهم راح نشوف المباريات ما راح تدخل أبداً أنا بالمباريات ورح نشوف مين راح يفوز فيها طبعاً نصر مع إندهوفن ليش لا معهم كريستيانو الدون ريال مادريد على ما أعتقد راح يتأهل أرسينال ممكن يفوز على دورتموند ولكن صعب التوقع بورتو ولازيو ممكن لازيو راح نشوفها لا يتوقع عنده النتاع جاب المنفوذ إذن راح نبلش بأول مباراة لازيو أم بورتو خلينا نشوف مع بعض المراكز الثاني مين راح يتأهل منهم للدور القادم على ما أعتقد لازيو أقرب للفوز والانتصار وإذا فاز راح يلعب مع بروسيا أو أرسينال متل ما توقعنا لازيو مبلش بقوة ولكن بورتو قريب من التسجيل عن طريق إيفان إلسون لا تتخاذل يا إيفان إلسون خطيرة الضرب الحرة بمكان خطير جدا أوتافيو هل راح يسجل يا إلهي حلو الكراح سيطرة لازيو لكن مرتدات بورتو خطيرة جدا يبدو أنهم راح يسجلوا وينتصروا من مرتدي أوتافيو حلو التمرير للتاريمي الإيراني مرد صفر صفر دائية سابع وستين وأخيرا ما مشجع بورتو ولكن دخل هدفه أخيرا إذن بورتو واحد صفر عن طريق إيفان إلسون لازيو أداء مخيب لحد الآن بس لسه 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 لازيو والله حلو التمرير نعم إذن بورتو تأهل من الربع نهاي الأول وصراحة لازيو فرصة واحدة أداء كان مخيب جدا إذن ربع نهاي الأول انتهى حاليا لعنا آرسينال وبروسيا دورت معركة يا جماعة معركة كبيرة جدا طبعا متر شايفيني كلاسيكية دورتموند ونحن ما نبدل شكيلة متل مجايب من فيفا ماليم وكوكو براند بيلنغ هام ودييمي طبعا بيلنغ هام لسه ما أخذنا على ريال مدريد موجود حاليا بوروسيا وجيسوس ساكا مارتيني اللي كلاسيكية آرسينال خلينا نشوف مين رح ينتصر بهاي المباراة نعم إذن دورتموند آرسينال اللي بتأهل رح يروح لملاقات بورتو طبعا صح المباراة على ملعب دورتموند ولكن الجمهور محايد مقصوم بالنصير ما بتنحسب على ملعب وهي حسب فيفا فقط تقريباتهم شوي راحت بيلنغ هام لساتها خطيرة لدورتموند لأول الأهداف ارجع بيلنغ هام وضب 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 حلوة تبريرة حلوة تبريرة ما فيا أوف سايد أوف سايد ولا ماذا أوف سايد شكله أوف سايد يا حبيب نعم إذن ضرب الجزاء ساكل يا أول الأهداف لأرسينال واحد صفر إذن هدف ملغي لدورتموند وضرب الجزاء عن طريق الساكل حاليا راح تولى حاليا راح يجون جنون كرة القدم بيلنغ هام في مرمى رامس ديل واحد واحد إذن دورتموند وآرسينال قمة بعد القمة إذن مباراة صعبة التوقع وفعلا وصلت لركلات الترجيح حلولة في الشباك من بروسي دورتموند معنى المتأهل الثاني آرسينال عم الثاني دورتموند ساكل في الشباك آرسينال كان متصدر مرحلة كبيرة من دورة الإنجليزية ودورتموند لآخر اللحظات كان ممكن يأخذ الدورة فالفريقين حرام واحد يطلع منهم صراحة تروسار ضربة بضربة واحد واحد مو كوكو ضيع دورتموند ضيع آرسينال عن طريقي جيسوس ضيعاها يا الله فقط سجلوا الأولى بيلنغ هام رام بيلنغ هام لاعب الملك الجديد إنكيتيا إنكيتيا ولع حتى بركلات ترجية اثنين اثنين لحد الآن الخامسة من داود الوصول السورية تتحدى ثلاثة إلى دورتموند تضيعاها آرسينال باي باي راح جاك جاك ضيعاها 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 نعم إذن دورتموند تتأهل هالمرة بلاحظات الأخيرة بركلات ترجية كرز القدم أنصفته عمام آرسينال هيا بنا إذن الربع نهاية الثالث راح يكون مادريد ولينس الفرنسي هل بتكون حصة تضريبية لريال مادريد أم أنه راح تكون صعب نهاية هذا الثاني الدوري الفرنسي طبعا ممكن يكون هذا آخر فيديو بتشوفوا فيه بنزيما مريع المادريد وإن شاء الله يسجلكم أهداف لأنه خلاص ميهم بالاتحاد السعودي أوبيندا راح يكون مهاجم لينس طبعا فرق كبير بالريتات بنزيما حابب يوديكم بضرب الجزاء في مارما لينس واحد صفر مبكرة في الدقيقة العاشرة الملكي ممكن يكون بطولة المراكز الثانية مرشح لأنه يوصل لنهاية ولكن دورتموند قادم وفيه فرق قوية هيا بنا مادريد سيطر بطوله العرض لريال مادريد ولكن لازمهم هدف ثاني ليأمنوا النتيجة كوراند فالفيردي فالفيردي لمسة لتشاوميني حلوة 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 مرد فينيسيوس واحد على واحد ومعه البنزيما يولد على الصناع بنزيما 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 ضعيف نعم إذن ريال مادريد بأداء صراحة يعني نص عنص واحد صفر أمام لينس لعبوا خطة دفاعية ولكن إذن تاهوا إلى ريال مادريد إذن حاليا أند هوفن والنصر وإن شاء الله يفجر النصر وفوتها إلى أند هوفن صعب شوي كمان لأنه الريتات قريبة من بعضها ولكن صعبة التوقع يعني ممكن النصر يزاها إذن مثل ما شايفين بقيادة ديونغ وشاوي سيمونز المدهلة الكريستيانو موجود تاليسكا هجوميا للنصر قوي جدا أقوى من هوفن ولكن بشكل عام والله ليكليك قريب صراحة من بعضهم حتى الحراس فإن شاء الله نصر هوفن يا رب هيا بنا ديونغ ديروا بالكم من هذا ديونغ يا نصر مرابا الحار إذن دون بي مارما يند هوفن من ضرب الجهو يا بدواك يا كريستيانو فارنكا يبدو أن النصر رح يروح للنصف نهائي سوي كريستيانو نعم إذن النصر أدا كبير ضرب الجزاء من كريستيانو حسب هذا اللقاء اتأهلوا للنصف نهائي واحد صفر من رح يواجه النصر؟ مادريد إذن النصف نهائي دورتموند بورتو مادريد هو النصر الساودي هل رح نشوف مفاجآت بصلاحة ما بعرف قابل إذن موكوكو بمواجهة إيفا نيلسون والتاريمي مباراك كمان يعني صعب على دورتموند ما لها سهلة بورتو مش بالمتل ما شفتت أهل برانت مرتدي لدورتموند في تسلل أو لماذا؟ ما في تسلل على موكوكو 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 حلو المرور يا إلهي مرد تاريمي تاريمي بورتو رح يفجرها سيناريو مجنون بيلينكاب ضرب الجزاء ضعي ضعي نحن بالإضافة لأول حاليا وموكوكو خطير لهدف أول بمرورتو يعني أيوه وهدف أول لدورتموند نعم موكوكو إذن تبنينا رائع ومي غيره الوفي رويس الوفي لألوان الفريق سيناريو مجنون ودورتموند قضى على بورتو وتأهل لنهاي هاي البطولة الكبيرة جدا للمرحك تاني ربما دورتموند يخسر البطولة كمان بالداية الأخيرة واللهي رح تكون صعب يا رويس إذن مادريد والنصر صعب جدا جدا على النصر رح تكون ولكن نعشق نحن المفاجآت هيا بنا خلينا يا إلهي كريستيانو زبتتسويه شوف النصر عميضات من المداي غريب 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 عادل الخيبري خطيرة نصرا ويها مررت عادت سيانو ورونالدو يا نصر يلا لسه أيها رونالدو كونال أرضية بالرأس زيما بالفيردي باور شوت براو الحارس بالفيردي بنزيما 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 1-0 لمدريد عن طريقي بنزيما صراحة ندمرهم بنزيما بهذا الهدف خطيرة لمدريد للتاني أرضية ماذا يا مدريد بنزيما وفيني التاني نعم قتل النصر بـ فينيسيوس حاطما التأهل النهاية النهاية سيكون مجنون دورتموت ومادريد مدريد ثالث زيما وان تو بنزيما 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 وهووو فينيو نعم إذن مادريد إلى النهاية هارد لك النصر كان عداء قوي بالبدايات بعدين في انهيار إذن النهاية متل ما شايفين مادريد دورتموند كان ممكن آرسينال يمشي بهذا الطريق ويوصل ولكن دورتموند ارتسح آرسينال بركلات الترجيح فحاليا مادريد دورتموند هل من مفاجأة دورتموند ممكن مادريد يقضى ليهم باللحظات الأخيرة فرح يكون الوجع وجعين ومادريد رح يحمل هذا اللقب هيا بنا متر ما شايفين مادريد أقوى على الورق ولكن أرض الميدان رح تثبت مين رح يفوز هيا بنا فلنطلق شوفوا بالله الكاس اللي أنا صممت لكم ياه مثل صح الكبسة صراحة خلينا نشوف إذن النهائي الكبير صلاحة مباراة نار يا حبيب نار ودورتموند ممكن يعمل مفاجأة ليش لا خلينا نشوف ونتابع المباراة الشيخة بطل المراكز الثاني بالعالم مين رح يكون مادريد شاوميني أي تي كي تاك يا ريال مادريد أي قوة أوهو فالفيردي بنزيمة أصبح من الماضي بنزيمة يا مادريد وادعوه إنه قلاص إنه مز أجل الحراس بنزيمة سجل بالنهاي 1-0 وجملة تكتيكية متعوب عليها صراحة شوف وحده بالكاب شاوميني فالفيردي بنزيمة قل خطيرة بالراس كورتوان قذو ككروس في هذا الحال عادي ايمي مرتدة ممكن لبروسيا حلو الاستلام ألعبها لموكوكو موكوكو موكوكو أيوة موكوكو مالين أيوة أعطونا حماس أيوة أعطونا أكشل النهاية حلو هذا في ذن صراحة صنات موكوكو عالمية تمرير موكوكو شوف تمرير موكوكو من بين المدافعين ياو والله دول انها أجمل واحد واحد في النهاية الكبير روس فيني مودريج فالفيردي 1-2 مودريج 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 فيني سيوس خطيرة يا فيني خطيرة يا فيني يا مجنون ريال مادريد للثاني أوه ما في أوبستايد ما في أوبستايد ما في أوبستايد كادت أن تكون يا تشاوميني كروس بيروكنيلي مادريد مباشرة لبنزيمة ارتدت وعادت فيني جونيور لمسة لرودي جير المجنون رودي جير يا الله رودي جير عصب يا جماعة وسجل هدف ثاني صراحة غريب جداً 2-1 ما حدث؟ ما حدث معك يا حارس؟ تمريرها جيدة؟ باليسار ورودية بي لقد احد ما الذي يديه المدافعين اللي أسهروا عليه برانت لمسي خطيرة مالين بوم نعم ولعت المباراة ثلاثة اثنين قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول يا له من نهاية والله متع متع فكرة بطولة متع يا اخي هاي ومين دفاعي المدريد من الخلف عم يضرب بشكل سهل جدا مالين للمرة التانية عالتوالي بنفس الطريقة بمرما كورت فيني جونيور بنزيمة بنزيمة لقتل المباراة ميندي في الراحية الاسرة خطيرة جدا المحاولة للتمرير اللان الملكي عن طريقه مالوي مالوي مАالوي مالوي 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 تصدر تثبيلها الاول هوا رح يدخل مكار موكوكو حلوه يا تمريرات والمدافعين مضابعية وهذا مالين من مولا مولا G Detesser ولي دورتموند بدقة النهاية قادمة كورتوا والله يا عظم نهاية الابطال بينnalنتر وول是這樣 يا يا منا تبديل رويس رح ينزل والله يبخول كربخال طلع ونزل الميليتاو أيضا ركري إلى دورتمونت عن طريق قوريرو بالرأس رويس سلول يا رويس يلا بيروح هذا قوريرو واحدة أمامية لها لير البديل لا بتحت يا لير لا بتحت رويس ما زالت خطيرة جدا لدورتمونت مالين 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 و بالرأس ضعي آخر ربع ساعة مادريد يبحث عن الضربة القاضية و دورتمونت يريد تعادل من نار البنزين مرت يا يتاوي مرت نزل داود صاحب الوصول السورية و خرج مالين يلا يا سوري انت دمك من دمي حضرنا هذا في ثالث وخذها للإضافة خلي ولع الفيديو الكرة في ناحية اليوم لدورتمونت برانت لمسه و كرة و يا دفاع مادريد يا دفاع مادريد حرام عليك هاي تزدي آخر لحظة ضرب منزيمة ضرب منزيمة ضرب هذا السوري الحقود و كرة و ضربه و كبيل تصدف أما شيء يا دورتمونت أم لا؟ لا مالله في عيد ما يحدث معكم يا أخي لقيم اخر دايتين. لك روح رح تخلص المباراة. ولاك روح رح تخلص المباراة يا دورتموند. كورة خطيرة هالير حطها للأمام لدورتموند. داود الأخيرة. الأخيرة لا ترجع لورا. لا ترجع لورا. رح ينين الحكم يا بوت. خطيرة. خطيرة. ضيئة 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 دورتموند. نعم مادريد هو بطل المراكز الثاني يا حاليان رح يتوجه بالصحن اللي صممتو انا. اذا دورتموند ذاق العذاب مرة اخرى بعد خسارتوا الدوري بالجولة الأخيرة وخسر النهاية ثلاثة اثنين. كان نهاية ممتن. نعم اذا بنزيمة قبل ما يروح على اليدتي بعرفكم على بطولة الصحن الفضي. بطولة الصحن الفضي هي بطولة صممت 2023 من قبل اسماعيلينو ببين المراكز الثانية. بنزيمة اذا اول نسخة لبطولة الصحن الفضي. بتوج فيها يا رادريد ان شاء الله بين الاسنين القادم رح نطورها نسويها الطنجرة. يلا السلام عليكم ورحمة الله. دمتم بقى.